السلام عليكم و مرحبا بكم نورتين و نورت قناتي اروح و اجمل فراشت و نحولت ارزقني بها مربي تعرفوني نحبكم بزيب بزيب و نموت عليكم وحده وحده و اسم اسم اليوم حنبدأوا حكاية جديدة اللي هي اهوس متملك قصة بزيب هايلا ريضة و ريم ان شاء الله بركتها جبكم الحكاية هذي و تقولوا لي رأيكم في كومنتر نبدأوا الحكاية التالة قبل ما نبدأها ما تنساوش الصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم و تقول صاحبة الحكاية في السماء جنة و في ارضي انتي فانتي سكنت روحي وتملكت قلبي ولن تغيب عنهم حتى اموت فلا تجعلي قلبي يعيش في وحده فاذ كانت العين لا تراك فانتي لا تفارقين قلبي وروحي وعقلي انا اسمي ريم حاليا وامري 23 سنة انا تيما يعني ما عندي لا اب لا ام ماتوا اكسيدوا و بكلي كما كنت صغيرة وفقد اعز ما عندي فقد نعمت الاب والام وماش بحتش منهم واصلا ما لاعرف هامش بيس كي ماتوا كنت نبيبية صغيرة عندي زوج عموم وعمي الكبير كان متزوج وجاب والده الكبير اسمه ريضا وراه ما تيما ريضا وعاود عمي الزواج وجاب ثلاثة ذراري مرت بابة ريضا هذي كانت صاحبة بزيف جام يعطاته الحانة للام اللي فقده دايما كانت تحسو باللي هو مختلف على خوته وصح كي ما يقولوا لي تيمه هو يتيم الام ماشي الاب اذا رحت الام يضيعوا الولاد ربي يرحم جميع الامهات المسلمين ان شاء الله وقد كنت صغيرة انا وكي ما تحكي لي جداتي قرر واحد من عمومي يديني لعنده بعد ما توفى ووالدية بصح جداتي رفضت رفضا قاطعا قتلهم باللي هذي هي رحت المرحوم وآنا اللي نربيها ونقوم بها وعمي ملقى ما يقول وافق وخلاص من صغري كنت دايما نشوف ريضا والد عمي عدنا هو كان كبير يعني وقد زدت انا ياه هو كان 17 سنة وقرر يخرج من دارهم لانه واتهيوش مع بابه وجاء اسكله معانا انا وجداتي ريضا كان يقرأ ويخدم طفول شاطر الله يبارك بزاف عليه وعمي كان عنده حانود تاعه اماعين وريضا يخدم معاه مالقرين متهيوشين مي ابقى يخدم في الحانود فاته الايام ووليتنا دايما نشوف ريضا يجي لدارنا كنت نشفى عليه هو لفته بزاف ودايما نستنهت والباب يجي وكل مرة واش يجيب لي معاه ويقابلني بالتحضان والبوس وهكا بصراحة كنت نموت عليها نايا ويقول لي بنتي هذي الكلمة كانت اجمل حاجة وتحسسني بحانان الاب اللي فقدته في صغري مرات كان يخرجني نحاوسوها كاو يحاوس بي تقريبا اهو اللي قايم بحالتي بيسك جدتي مرة كبيرة وعاجزة وعلى هذه يعني اتعلقت بيه هو وراما فوتها كاريضا الباك وجابه قرر انه يروح للعسكر وهذاك اللي كان راح للعسكر وخلاني وانا صغيرة مي ما قطعنيش خلاص كان كل ما تجيه الفرصة ايجي وحتى بابا ما قطعوش ما يقري متاهوش معه بصراحة يجي لي اهمي اغلبية الوقت قاعد معانا انا وجداتي زاد وفات والاعوام ودخلت نقرأ انا كنت شوية ضعيفة يعني تفي الشخصية ضعيفة الشخصية ونعدش بزعف بسك ما كنتش نخرج ومنش شاء معاشر الناس ما لقريك انوية ايجي وعمومي لينا وعماتي بصحب اللي هاترش الشخص الوحيد اللي معاه نور ماله هو ريضا كبرته انا بهذه العقلية ومدائرة ريضا وجداتي هو ما كلش في حياتي شفتها مسكينة بدأت تتعب وليت انا اللي انهزع ليها نخدم الشغل فالدار بصح ما نقدرش ندير كلش كيمة طيب وحاجة تخلف بحكم صغرة السني قاله قرر ريضا ولد عمي يجيب امرأة خدامها عادنا مسكينة كانت ارملة بولادها هو حبي يدير الخير فيها ويخلصها كلشهر مع كبرها كوليت سنغير على ريضا بزيب بزيب حتى من ابنتها ومومي كي يهدر معاهم لحقت نيخ مصداش سنة ووليت امرأ بمعنى الكلمة عندي لطاي شابة صح كنت رقيقة وطويلة ميفاتينة شعري شاطة وصمراء يعني وعيني يكبر يعني الحمد لله يا ربي ما خصني بالو ربي يا اعاطيني الزين الله هيبرك علي كملت نقرة عادي ونجحت وطلعت الليسي ما كانش بعيد علينا بزاف وأكيد بتوصياتها ريضا ما تهدريش مع الناس ما تدريش هكذا ما تلبسيش اللبسة المزيرة بس كمانيش محجبة ولبسي محترمي يا كلاس عندي القوانية في اللبسة وزاد ريضا شرى لي تليفون بصحة ما راقبني كين يعني كان يقول لي كيت نفسي أشاوريني ما يقولي هو والد عمي ما يحكم فيه كما يحبه هو حتى أنا خافه كملت حياتي عادي وكل مرة كنت نزيد نتعلق في ريضا أكثر وكثر عممي وولادهم دايما يشروا علي ريم تلبس ريم تخرج ريم تتقلش ريم تدير ريم تواسي المهم كل مرة وش يقولوا علي كانوا حاسبيني متكبرة في سكح خاطيتهم أنا خلاص وحاك ما روحي وقللت هاضرة ومع الوقت ولا يديروا في المشاكل وحبوا عممي هذو كيبيعوا الدار اللي كنا سكنين فيها أنا وريضا وجدتي وقالوا بلي جدتي تروح تسكن عند واحد من أولادها وريضا كان رافض قالهم بلي حتى ريم تسال في هذي الدار قالوا عمي نديها تسكن عندي وهو ثم ونزيدها بالكثر وكثر وقالهم أنا ربيتها ماشين توما وقد كانت تمرض أنا اللي نديها للطبيب ونصار معاها ووقت العيد أنا اللي كنت نكسيها ماشين توما قالوا عمي نخليها تكبر شوية ونزوجها لواحد من أولادي قالوا هذا الشي أنساه أنا ربيتها أنا نقرر ما صيرها ونشوفوا الدار هذي شحل تستقام ونخلصكم هذا ما كان ونسألكم ما تسألوني كل واحد يحكم داره وكي تلحق ريم 18 سنة نكتب لها باسمها حابين تشلدوا طفلها هي يتيمة وتخلوها تتلاوح حكا من دار الدار وتزوجوها على هواكم وغير هذا الشي اللي ما يصراش كي قال لهم هكذا واحد ما زاد هذا واحد الخطرات طبطة بالباب وجدتي كانت راقدة ورحت هنا ينحل لقيت عمتي وعمي إجا وهذي عمتي ما تتحملنيش خلاص من صغري ما عرف على دخلوا قاعدوا هكا مع جدتي كانت ناضط كي سمعت حسهم حتى تنطق عمتي هذي قاتلي ايه يا لالا الشي اللي سمعناها صحيح بقيت نشوف معها قتلها وش سمعت هاذا غال خير قتلي هذي اللي راكية تقولي هو اللي ربك وهو يقول بنتي وحنا الماء يمشي من تحت رجلينا بهت تنية فيها وش تحكي هذي فهمت وما فهمتش قتلها فهميني كثر وش هكي تهدري انطق عمي قال جدتي كيف هنخلوا بنت المحة المرحومة هنا بها تهبطنا روسنا انا هذي الكلمة قتلتني فش لتني نط جدتي تعايت عليه وقاتلوا اخرج منا لمكم انتو مولادكم ما تسواوش كامل اضفر من ريم انا وليت نبكي غضتني عمري كيف هي يطعنوا في شرفي هكا قتلهم لو كان يسمع ريضاء يقلب عليكم الدنيا هذي نور مالمو تعرفوا طبيعته نتقطها عمتي قتلها يرقدوا مع بعض وينوضوا مع بعض سكتها سكتها عمي قالها احشمي ودار الجدة قالها انا ما راح نهدر والو ولا ندير والو في سكاء ما نش متأكد بالصح والله والله ودار عندي ينا راح نذهب حك وهذاكي خلصها غالية جدتي نط تعايت اخرجوا منا اخرجوا يا وجوه الشر ناسين ابناتكم وشفتوا غر في هذي اللي تيما وينكم رايحين تروحوا من عند ربي بصح استناوا يكي جيريضاء وثم اهد رواء اتوالو هكذا وشوفوا لا ما قلبش اسمع لها لا ضعليكم حاوزتهم وراحوا وانا بقيت غنبكي ونندب لو كان جاو عندي والدية ما يصراش هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ولتحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخصوا فيه الابصار صدق الله العظيم وتحسبونه هيا وهو عند الله عظيم حسبت لهم كيجرحوا انسان حاجة عادية بصح عند ربي حاجة كبيرة يالظالمين وين راح انتروحوا من عند ربي سبحانه رايشوف في كلش خممتنا عيط الريضاء ونقول له وش صرا بصح كيفش نقدر ونقول له كيفش شاء نبدله في الهضرة هذي ونقول له باللي شكوا فينا انا وانت ومديري لها علاقة وزيد علاقتها حرامة فاتوني دموعي انا ملقيت مندير هو مسكين جامي شيف معي بنظرها غالطة ملقلي اي واحد في بلاستو قادر يغلو الشيطان بصحة ولا لا لا وش كون هذا اللي ما يضعفش وقت يشوف طفلة كاملة اتوالو خاصة انه عندي امناتقى الانثوية بارزا مي هاك ذاك وكنت نظرته تعب البنته وحتى كلاحقت ان العشر سنين كانت جدتي تفهمني باللي هو والده عمي وحرام نرقد يعني مع بعض بس سيف باس توعبت الفكرة حتى التليفون قلت ساء مكا الله هنقلقو ورحت الجدتي كانت في حالة جاوا ديروا الفتنة كاء وراحوا قاتلي شفتي يا بنتي يا حبوا يظلوا ويوصخوا شرف والدي وهو تحت التراب انا اصلا جبتك اللي هنا وربيتك عندي على بالي بهم يا رحموش اريضا صيد الرجال ركي شرفه قبل ما تكوني شرفهم هما بسحرهم جايين الايام قتلها جداتي اريضا نحكولو لا 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 اخفتي يسمع كيفاش ايدير قاتلي علىها تخاف انت يا مدرتي يوالو واي واحد قبل ما يهتر على ابنت الناس يتفكر باللي عنده ابنته على بالي عم تكل كلبه نصيره علاه دارس هكذا حبت تبعد وعليك بها تزوج وبناتها طامعة في دراهمو انا اللي نعرفها مليح مليح راهي بنت كرشي وحابتنا حكم الطريق هكذا تدير واش تبغي منها درتها ذاق صدريانا وشديت دموعي بهمني بكيش تول جداتي رحت شوم برتاعي ونخمم في المصيبة اللي طحت علي قاعدة نخمم لو كان يباعدوني الاريضة ولغي نموت قاعدة نخمم فيه تقول لا حس بيا عايت لي في التليفون هزيت عليه قال لي يا روح ريضة واش ركي يا ديري مقدرش نقدر شهد الغصة هذيك في قلبي بس سيف بها انطقت قلت له لا بس وانت تقول له لي صوتي يا قال لي وش به صوتك وقال لا ما خدمتيش في الفرضة ركي تندبي قلت له لا لا الحمد لله يا ربي خدمت قال لي ها عملا وش كاين قلت له ريضة انا مخنوقة توحشتك وانت اجي عليش طولت هكا قال لي والله يا بنتي حتى انا توحشتك كي ما تعرف الخدمة لازم نخدمي هذو الايامات ان شاء الله نكمل الخدمة وانجيل بالنوتي كي قال لي في هذو الايامات انجي فرحت فرحت شوية ما في نفس الوقت اخفت توصل الهادرة بحكت قلت لو اني نستنا فيك بقيت انقصر معاه وانسيت كامل السوجيه هذك حتى طريقتي مختلفة كامل مع الناس انسان قليلة الهادرة وما انتعاشرش ومعاه العكس هذا ندلل عليه وانقصر معاك انو الدنيا كلها ملكي المهم فات ويومين اروحت انا قريت وخرجت على الربعة رجعت للدار بالدلد قشي حتى اسمعت الباب تخبط طرت انا من بلاستي من الخلعي هذيك ورحت نجريه وانسيت كامل بالليران يليب صارو بقصيرة مع حليت الباب قابلني ريضا معرفت شوية شندير طرت عندو حضنتو بقد ما نقدر وليت نبكي قتلت وحشتك مضعرفش اش حال هكا بسني في جبحتيك لا قلي ولا غير حتى انا توحشتك بنتي موت موت بس احقولي لي كيفش صرا هذي الشي كامل وما قلتي ليش هادرها بزعيف ان اسكت بين بلي وصلته الهادرة كي كنت محضناته ومدورة يدي على ظهره تفكرت واش هادره وقالوا علي اجبت راحي علي حشمت بقى يشوف معيها ودخل راحل جداتي سلم عليها اسكتها قضي شوية من بعدانا ضعي يتقلها اليوم ما تفرش والراجل فيهم يجي قابلني مشيكي شافوني غاي بيجو يستقوى وهليكم زعمة ابقى جداتي تهدى في قتله خلاص ياوليدي هدي روحك قالها واش دخل قسامهم نربيها ولا ندير فيها واش نحب واحد مدخله وين كانوا وهي كانت صغيرة جامي واحد فيهم شاف معاها ولا جبلها حتى طرف حلوة وضحك جيد وكايا هادروا وصح خليهم والله غاي مبطل الخدمة ونقعد لهم هنا الي ميحش موش وفاهميها مزوش كلمات هذي داري وانا ما نسحق حتى واحد يجي لداري نقطة الى الصدر ابقى يسب ويكفر مبغاش كامل يسكت واحنا غير نشوفه حتى طبطب الباب رحت ننحل لقيته عمي الي هو بابة ريضا وعمتي الثانية سمية سلمت عليهم ودخله القاو ريضا وجهه ميت في السرج دخلوا وراها بشوية زادوا لحقوا عمي وعمتي نصيرة هاربت لشوم برتينا وخليت الباب محلول المهم شوية كاس معت غير صوته وياي تقال لهم انا مقادركم بيس كعمي وعمتي بالصحبات تلحقوا لداري وتطعنوا في شرفي هذي ما نقبلهاش قلت لو عمتي نصيرة احنا عليه شوف بنت عمك وش راي تهدر لصحباتها والهادرة تمشي حبيتنا نتفضحه ويقيله انا جمتي يخاه ويش دهدر هذي والله غاية اهبلت وليتنبكي انا بالصوت شفتو كيتخلي يا قدم العندي هكا وحكمني وجهي بين يديه ويقيت نرجو فأنا قلت له والله والله ما كين منها والله يا ريضا غري يكذبو بقى غير سيكتا كا أنا قلت اليوم ما يفزد لي خليغتي مهم واحد ظن يقال لي والله ما نخليهم يوصلوا عندك وين حابين حابين يبعدوا بنتي عليها مي غير هذي اللي ما تصراش سمعت عمي قال له انت ما ولي تقادر حتى واحدة في حضوري وتخسر في الهادرة والبابك ما تحشمشها سمعت ناسه تكسار طرتنا من بلاستي قال له والله والله واحد يقرب من جهتها غانا نحرقه ومنسي لشاله بقى تعمتي ذي كتهدم فيه يعني هي ما تقول لك أحلاب لا بيضا باقية غير ساكتة خاطيها المشاكل الشابار فيهم عم تنصيرها قتلوا يا وليدي هذا الشي في صالحها ولازم ندوها للطبيب بها يعني تسكتهم كامل قتلهم جدتي والله ما نسمح لكم عليها وكيفاش تقابلوا ربي والمرحوم ما تغذكمش مسكينة هذي لي تيموا بنت خوكمها قالها يا عمي ما كانش دخان بلا نار وإحنا قلنا هقدر لحساب واش سمعنا وخلينا نتحقو ويفض السوق هذا علينا بقى ريضا يا عياتو حاوزهم كعمية كعمتين نصيرا بقى بابا هو عمتين سومية قلوا يا وليدي عندي ليك زوج كلمات أخطيك من هذو المشاكل وهذي الحاجة من تقاليدنا ورح تخرج انتالي ماشي مليح خوض رايي وما تخليش فرصة بها يتقاتلوا الخاوة وولادهم مع بعض قالوا ريضا أنا ما دخلنيش فيهم عارف نيتي والطفلة لو كان ملايتش بها أنا رام كلوها يا حصرا يا حصرا ومحسب كي حب يديها عنده ضمن في ولادهم الرخاص هذو كان رخيص أكثر من خوا وأنا بنتي تبقى عندي وواحد ما عنده الحق فيها أبقى وراه يهضروها وبعت نقاش طويل وعارض فهمت بلي لازم ندير سرتيفكة بهم بي بلي أنا بريئة ورذاق لهم والله والله ما تصرع ولو كانت سي يديروها غير نجر ابنتكم كامل من شعرهم حتى هم لازم يتأكدوا منهم ولجتهم غير على ريمليتيما أنا من هذي لهذا رسمت الدنيا في وجهي معرفت شوش ندير أنا لين المدلة اللي نلبس وش مياه يلبسوش ابنتهم وناكل وش مياكلون شو عندي أنا أحسن أب اللي يعوضني على كلش وشكون هو ريضان لي مديرني تحت جناحه ريضان لي كل طفلات تتمنى حزدوني عليهم مالقريتيما مياه يهمهم غير ما ظاهر قاعدوا شوية هكا وزاد راح عمي وعمتي سومية حشمت نخرج أنا من شو مبرتي الشي ليسراء ماشي سهل قلبه لي حياتي كامل سمعت صوت جدتي دعايتلي رحت قعدت والا شفت معاها يعني معاه يحرك في رجلوا ويدوا على راسه وغيس كنت أنا حابة نعرف وش يخمم قاعد لي جدتي وش بك عزيزتي بديت نبكي أنا هزيت راسي لقيته يشوفه معاها ويشوفه معايا وراها ناظه وخرج بيته يومين وريضاء ما انتلاقاش خلاص بزيف كان يروح الصباح للحان والتاو بس كي يجي من الخدماء واللي يروح يتفقد السلعة الى اخره كنت قاعدة أنا حتى عايتت لي عمتي سومية قاتلي وجدي روحك غدواء السبت نروحه للطبيبة بديت نبكي أنا قلت لها عليها كعليه وجدرتكم يا الظالمين أعلاش راكم تديروني هاكذا قاتلي والله يا ريم غر ما عزتك كي مبناتي بصح واش نديره هذي هي لازم تديلي هاكذا بها تسكتيهم كامل وعمك راح يتحلف ويعاود يديك لعنده وصح عنده لحقه هو اسمع لهادرة ومنحقه يهدر ونحبه كامل والله نكره ريضاه هو والد عمك وما هوش بابك قلت لها يا عمتي وش تهدري وصلتوني يا وين ما ولتش نقدر نحط عيني في عينه يا بنتي ريضاه ما هوش حاب وقال لا نهد الدنيا فوق ريصانكم وحتى عمامكش هدين في رايهم تخيليك اش ما يسروا وراكي تعرفي ريضاه والله ما يسلك من نو حتى واحد تعرفي زعافوا يا بنتي انا لبلي بيك وتربيتك مين تياه طفي النار وسكتيهم كامل هاكا تريح من المشاكل اللي ما زلك صغيرة عليها سكت شوي يا وبدت نتقبل في الفكرة قلها بصحة ريضاه ما يقبلش كيفه نديرنا يا قلت لي خليها عليا وكا أنا نهت رمعه بس كا لو كان يبقى مخش نراسو هاكا تطفر غير فيك انت وتولي تمشي الها دراعليك ويولوا الناس كامل يطمعوا فيك وهو بعيد خلينا نقف له هذا السوجي خير نصلا نراه طول بزه قلت لها اوكي دبرو ريصانكم كوبينا هاكا الغدوه الصباح نطلقيت عمتي شابار جاءت لنا وش كراتا وجيت معاها عمتي سومية وصلنا وليدها كانت الدار اللي دخدم فيها وحلل عيادة تاحا تول دار خالتي في نفس الباطيمة دخلنا وشفت الطبيبه هذي كامرة كبيرة ارتاح قلبي ليها قاتلي اطلعي فوق الطاب لا في هذي الدقيقة تمنيت له كان ماما جاتي معايا حسيت بيهنة والذل وما كانش عندي فكرة واش راح اديلي حسيت انا يا بالدنيا ظلمت في وجهي بعد مده هكذا كملت كلش وقاتلي اهبطي كتبتلي ورقاء ومدتها العمتي نصيرة ابقوا يا هذروا ما حطيتش معاهم انا كنت حابة غير نخرج من بيسك تخنقت خلاص يتيمة الوالديني انا لقد اشتقت لأبي ولقد اشتقت لأمي فالدنيا بدوني أب كالبيت بدوني باب والدنيا بدوني أم كسماء بدوني قمر ونجوم خرجنا ولقنا عمي استنافعنا طرق كومبلي هو وعمتنا صيرا تغدر له بشوية وهو ما يجاوبش قد سيكتو عندينا يا وجاعة شوية تحسست بزيف من هذه الجيست اول مرة يعني نكشفتوها الانسان وزيد لا حاولا لا قوتها إلا بالله وصلناتوها للدار لقيت الى ضامتك يلا طواموبيل وجاوك حل يخوف جديد ركت حل الباب تاعة الطواموبيل وجبدني قالهم صاي وصلتو وين حبيتو صاي بصح والله غير تخلصوها غالية قالهم وبيب داري اللي زيدي قرب منه قسم بالله ننكسر له رجليه تقعمي قالو ودير روحك في بلاستي ريضا خبط ديركت الباب في وجهه ما خلاش أصلا يكملها درتو وجرني وراه للدار أغلق الباب واحد ظن يا حتى أنا ما قلتش لالة زيت كبشت فيه ونبكي بالصوت صعيبة على طفلة ستشسنا مزلت صغيرة يضع لها في شرفها صعيبة بزيف بزيف وزيدي تيما ما خافوش من ربي يعني وما خافوش على ابناتهم يطيحوا في هذا الموقف ميكي ما يقولوا ما يحس بالجمراء غير لي عفس عليها وربي وكيلهم هذا ما كان قال لي اسمحي لي اسمحي لي اسمحي لي ميكي لازم نديرها كامل على جالك انا والله ما يهمني رأيهم يدخلوا يعني في حيط انا خفت تكثر الهضرة عليك وهذي كعمتك شابارة تشيع بك الدنيا هي وبناتها نعرفهم واش يسوا حبيت مبلع وفهمهم بالصح والله والله غير ندمهم عليها بغيت غير نبكي انا كل ما منطقت هاش بعد علي مسحلي دموعيها كقل رحي عن جدتي رأي متحيرة عليك مسكينة حتى هي قلبها واجحها عليها وكبرت بزيب بزيب قليل ونلا تتحرك من بلاصتها مئنا لندوش لها ونقوم بها وحتى خالتي صليحة اللي تخدم عدنا قايمة بها ورحت تكسل تنتوالها بقى تمسح ليلة شعري وتدعي ليا بالخير شفت خالتي صليحة دخلت نلط دير اكتك ورحت شمبرتي اكتر واكتر بين الناس دخلت لشمبرتي ورقت قشي والدمع على عيني ومعرفت اشي حال من ساعة رقت حتى جبتني الفنطناء في الليل ونطغسلت وبدلت قشي وبلاء تردد رحت لشمبرت ريضا طبطب تعرفني يا بلي انا قال لي ادخلي يريم من صوته عرفته مقاهر اكتر مني دخلت وقفت كان متكسل في بلاستو كان لبسي رفيت وتريكو وبقيت نشوف معاه ستكامل هضرة جدتي اللي كانت تقولها الدين والتقاليد قلت له ونرقد عندك وجتني الدمعة افتح لي يده ودخلت عنده وحطيت راسي على صدره ونشم في ريحته هي ادواية والامان وكل بالنسبة لي اشحال عندي مرقدت عنده ومنهاره بديت نعرف صلاحي فاتو الايام كل عادة ونفس الروتين وريضاء رجع لخدمته ومسكينة جدتي زلت تابت بالزيف حالة يعني تعالي الكوبر اكم تعرفوا عمتي سومية كانت تجي تقريبا يوميا طل يعني تطلف في السماح وحتى عمو ميو حمتي نصير به ريضاء قالهم ما تزيدوش الجل داري حاولوا معاه وعيطولو في التليفون بص احوالو حلف عليهم ما يعتبوش باب الدار شهرين وهو ما هقضاء في نفس الكلام بتاعو بينسور يخافو بيسكاء اذا زعف ما يعرف حتى واحد وزيد الله يبارك بدر اهمو ومدير يلو الف حساب اما عمي كان يبعث مرت وتهدر معايا ومع جدتي وبل يندم وجابها الشيطان وقاتلي اهدري معايا يسمعلك وانا قلبي بيض محبيتش تقطع سلة الرحم ونقطع حم علي يما مبقاش تعيش قد اللي يفت كي قتله ومبغاش وش حال من مراء انا عاود نفس الهضراء ميوالو ويبدي عيط علي اقف لي السوجي هذا من اللي راح للخدماء ولي تنتوحش بزاف حسيت نظراتي تبدلتلي دايما نشوف يتصاورون ونتمتع فيه وكل مراء يزيد يكبر حبي لي مفهمتش بالضبط واش نحس بجهته مي شعور اكبر مني واحد النهار جدتي كانت تعبت بزاف وانا عاية العمي بهيجي دي السبيطر جد دي ها دير ولي سيرو ولي زال ناليز وعاود يرجعوها كي سمعو لا فامي كامل جا عمومي ولاد عمومي وحتى ريضا معرف وجدر حتى اجا وتلمو كامل في الدار مالغري ريضا مش يقابل مي هذي حياته موت قادر تروح وما تشوف شو ولادها مهما يكون رهم ولادها العشية كنا ملمومين كامل في الصالو حسيت روحي غريبة بيناتهم والنظارات التي حملية انا وريضا توترت بزاف من نظاراتهم وحتى جدتي مسكينة حسيت غير رأينا وريضا اللي خايفين عليها والباقي كي ما يقولوا لقلب مخبية والعيوب واللي قلقتني بزاف نظارات لبنات لريضا وكل واحدة توري في روحها اتوالو زعمها يخدمو ويديرو ويجيبو ويعاونو في خالتي صالحة ما عجبنيش الحال بقيت نستنى غير وينتا يروحو وانا هو ما كان مقيم حتى واحدة نيفو في السماء يحصر هشكوني بنت والو مش النفو الضحكة ما تخرش من فمو والاخرين يحاولوا فيه ويرطبوا الحالة مي هو والو حيط ومرة اعلى مرة يبقى يشوف في ولد اعمي اذا راهم يشوفوا معايا ولا لا لا بحكم مديرني حدود من اهدر معاهم من من بكريبة يعني خاطيتهم هكذا واحد ما يهدر معايا من جهة عقلتي ومن جهة اي خاف وريضا فاتذك النهار وكل واحد راح لداره حتى غضواء ريضا راح لازم يرح ولحق وقت الاختبارات وانا زاد علي الضقت نقراليني معا النهار صباح نظف كل عادة حتى ان اغسلت الجداتي ولبستها جيت خلتي سالحة خلتها معاها ورحت خرجت نهلة لحدش حتى شطت موبيلتا ريضا قلبي عاد يرجف ما امنتش هبط منها وهذك الحطة قلبي طاح معا صحابتي هاذو كل واحدة تشوف فيه شوفا ومديرين في بالهم باللي بابا وحتى في تليفون هكا قاعدين يقولوا لي جيبين نميرو قريب ما جهلتنا عليهم معجب نشي الحال كامل وصلي عنديها كاؤنا غاي سافي حتى حطي الدع لكتفي قلبي بس وين رحتي هاذا افطنت ما حبيتش نسلم عليه برا من وقت هاذيك الحكاية والتي انتو وصوص بزاب قال لي وش رحي بنتي قلبي لاباس ويقته هاجين قال لي اليوم صباح احبر كنت كنت تقرايا حبيت ندير سور بخيز هكا نص نضحك قلبي لأحلى مفاجأة قال لي ها وش عندك لاش يا قلبي لأس بور قال لي ما لا خلينا من سبور شدنيها كامنيدي ورحنا للطوم موبيل كمنا طريقة قلبي لأس بري قال لي سئلة روتينية كما تعرفوا انا معاها قاعد نساكتين فى الطوم موبيل حتى انت صونة تليفون تابقى يكوبياليها كا عرفتوا بلي آفرتها وحدة ولا بلي بلي هو در اعلى قمع ده من وحدة مي علاقة سطحي يا برك وبين واحد كما هو ما يخلوه شزين ولا عين ولا حطة ودر بصحبه مجرد جيني هذي الفكرة في راسي احب وحدة ولا تحب وما يعجبني شى الحال غصت وانا نخمم فقط كيا قرصني من خدي قال لي وش بيك قلت له وقال لي اوكي ما عليش وصلنا لواحد البلاصاء حبستنو موبيل كانت ريستورو شيك تخلنا لداخل تهبل وما فيهاش غشي بزاف قاعدتنا قال لي وش تاكله قلت له اي حاجة ضمون دل ماكلو وبقينا ناكلو قاعدت نشوف وقال لي وش بيك ماكش عجبتني اليوم ضحكت واصلا هو مش يموال في ينطق اسمي بزاف قلت له اه وقال لي تعي وتبان ان شاء الله ما تكونش برك حاجة تزعفني قلت له واش هي قال لي ليرا كيم خبيتها علي اهب تراسي بزكت ملقيت ما نهضر وحدة شوية وطف الضو بقيت نشوف جوزوج اللي سيرفور هكاء جابو وتاغت وليجو وهكاء الى اخره حرتنا وش كيل شفت لا تاغت فيها شمعت 17 تفكرت عيد ميلادي طرت العندو وانا منحضن فيها اصلا هو جا مينسه مي دايما ننذيروها في الدار بلا حتى حاجة يجيب لي لا تاغت وكادو وصاي ماهوش مولفني بهذا ليجو استخلاص وخلاوني نزيد نحبه كثير كثير ونتعلق به غنينا وكني وهكاء ومبادش بتباطا فتحها كنت فيها مكتوب فيها اسم ريم بالفرنسي واللي تنحضن فيه هو نبوس قتل وربي خليك لي ان شاء الله فرحني بزيف بعد الايام اللي فاتوا لي بقيت نشوف فيها قتل وكيفش رجعلك خيرك قال لي هذي الحاجة بلم زيتي وانتي بغي ترجعي ترجعي خيري السيدية غير قرايبارك هذا ما نستحق منك وحبيتك تقوي شخصيتك مشير ريحة اللي يجي هزك واهم حاجة تبعيني والحاجة اللي ينقل لك ديريها وهذيك هي بيسك انا اكثر واحد نعرف مصلحتك وجام يتقول لي كبرت ونت كلي على روحي لا بالعكس قد ما تكبر قد ما يكثر عليك المشاكل دايما ابقى معايا وتحت جناحي قال لي هاتي ندير لك انركب لك السنسل نشوف كيف شجيك قال لي هزي شعرك اللبس هالك انا غي هزي شعري حسيت بها المهم ولي تنرجف انا احسس غريب علي يتأكد بلي انا منيش مديرته بابا وتأكد بلي مشاعري مش مشاعر بنت ابوها واما حاجة خليف حاجة اكبر من مشاعر الابوها قدم عندي ويبقى يشوف كيف هجتني ويضحك وفرح المي انا بقيت نثبت فيه وفي ملامح وجهه كملنا كلنا وخرجنا قتله انا منيش حاب نروح للدار خلينا نزيد وندور شوية قال لي بصح الاختبارات شوف ندي كتراجة وكتكملي وعد انا روح الولاي خليف نفوت ايامات ثم واش رأيك طرت مبلاصية نضحك قتله ايه صح قال لي لا لا اني انت مسخر قال لي بصحرك كتباني كبرتي شوية ولا لا لا كيراني نطول ما انجيش تبدلتي بزيف قتله هاه باي اني كبر ما لنبقى صغيرة قال لي ايه صح بنتي كبرت ايه يخطبوها وانولين اتشرت كي قال لي هاكذا هذي الكلمة ووجعتني ووجعت لي قلبي ولم يتضحك هذيك وقتله من تزوج انا نبقى معاك قال لي مي الطفلة اخرت هتتزوج وتروح لدار رجلها وتدير دار وذراري وهكا حتى وتكون قارية وخدمة مية ما تدوم لها غير دار ورجلها دي اتقلقت منه قلبي الراجل هذا اللي يتحكي عليه موحا لي جي راجل في بلاستيك وانا نبقى معاك حتى الموت صاي قلبي بعيد الشر على بنوتي خلاص ما لأخلي منها دراح هذي اصلا ما زالت بعيدة شفت معاه قلبي وانت قلبي وان شناية قلبي وتتزوج نظ يضحك قلبي يا اخوي الصغير وراح خاطب ويتزوج وانا ما زالني شديت الدمعة كافي عيني موحا نقدر نتقبل يكون معا مراخ لف يخ لو كان يديرها ولا غير موت وزيد موحا لراح ترضى اني علاقتي معه وبين تبعدني عليه بالنسبة لي هو رقم واحد في حياتي وحتى هو معاملته وبين انا كي ما هو ومديرني اهم شخص في حياته مي انا جوت مراخ لف بين تبعدنا على بعض وتولي في كل هي الكل في الكل اصلا بنات عمية ويديرولي المشاكل على جال وين مرت يدرى المكتوب وراح يوصلني اسمال صوت وقال لي كيش ما عندك قتلواش قال لي عروصة حل دعيني في مدهوش قتلواش منين نجيب لك عروصة هذا قال لي واش بيك انا قلت تخمي على بابك بحك تقد قتلو تلمو نشوفك انسان كامل من كلش مشكتش تلقى بنت توالمك قال لي اه صايف فهمتي المغيارة اللي بلي بيك ترجعيها مرت بابك وتكرعيها ذو كان شوف لروحي قتلو مي يا اريضا انت ماشي بابا انت وليدة عمي ربيتني وكبرتني وكنت احسن اب صحة ماشي بابا قتلوها كاء ودورت راسي الكارون ونشوف وصلنا لدرد دير كشمبرتي ومشفتوش كامل كامل فاتوا الاختبارات هذوك وكملتوا وبدأنا نوجدوا لالعز خواه كامل جمعنا في دار عمي بابت اريضا ودائما لمعاني وشيرت هذوك علي مي انا من ديرش في بالي اصلا خليتهم يهدروا واش يبغوا جاب عليهم الاقصح عدود وعم تشاب رغى انه قعد تبقى تهدر على ريضا وتقول انزوجه وهكا ولازم يتزوج وانا قلبي تحصل اصلا هذي الحاجة هي مخوفتني بزا انو ريضا تكون عنده مرتو ام ولادو يخا هلموت صح انا انا نيا في حب الريضا ما نقري لذرك ما عرفتش نوع المشاعر جهته متأكدة برك باللي مش 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 بنت البوها جاد لحنو فوتناها على خطر احنا مندير والو واللي ترقدت نيا مع جدتي غضو الصباح نسمع في الحس في صوت ريضا سير جاهو فرحت بزيف مالقري ومالفامي التاعي مين حس روحي غريبة يعني الحق نسعم مميها منوني مليح بصاح ابنتهم يكروني والسبة معروفة رحت حظنت وعطى الروبا اللي شرها لي بس الولاية اللي يخدم فيها عندهم بزيف سوالح شاب بين عيط لي بلا كامو انا انخير عجبتني صندالة في النوار وشلالي معها مليا مديرا كالبرونوس ميه تاع العزباد قال لي موحال تروحي للكورتاج هكا صراح عجبتني وعجبني لحال كي عدي غار علي مالقري على بالي غير تقبل بنتهم بصح فرحت الغدواء منين ذاك جينا مروحين في الكورتاج لبنت كامل حب يركب معريضة انا رحت لحافة فقدرت حاجة خفيفة كامل هكا ريضا ميحبش الماكياش بزاف وصاني ركبت هكا معه وكي ما كان الحال رحت ركبت اللور بس كان معه صاحبه صاحبه الانتيم وهو وياه الروح بالروح ويهدر بزاف عليه جامي لتقابلت معه ركبت معنا يميت صاحبه ادم وخالتي صالحة متولات شمعه وش كاللابس بصح كان البرفات مع قطو موبيل طول دور الطرف يزور هذك الجهتي بش يشوفني صح كنت مدير حاجة ساب بل مي حسيت رح ي بد لقاع قعد غير يشوف معايا ويم ادم غير تسمي علي قاتل انتي بنت من معرف تكش وما عرف ش نجاوب ها جيت انقل ها بنت ريضة حتى انطق هو قلها بنت عمي المرحوم قتل الله يبارك مش هذي اللي ربيتها من اللي كانت صغيرة قلها ايه قتل وما شاء الله عليك غير انتي اللي ندك عروس الواحد مولادي مت في بلاستينا وغرقت بالحشمة وهي والله مع لابلها غير روحو يشوف في يمه قالها اواهر يضي يطلب سدغالي وحنا ما نقدروش ويشوف ويميز فيها يسرق في الشوفيت هكا المهم انا وليت حمر والسخن اذيك طلعت معا واشي وليت سنعرق هما محب وش يسبتو بقيت نشوف رد فعل ريضة ووالو مدر حتى رد فعل دي نواضر وساكت دي ماريناكا كان هو يقصر مع صاحبه ومراع لمراي سقسيني يك مدختي شنقله لا لا بس كان يلعب بطو موبيل وجز العاس يسخف يسخف الغدوة احضرت صبوحي يتعلى رأسها فالتهبل كنت لابس انا غبا تاع دار عادي وشعري حكم توق لاشي كنا كام لمجمعين غير العمام والعمات وولادهم وريضة فاني معايا انتق باباه قال له اليوم لازم نصالحكم الوقت تبقى متهوشين وعمي الاخر هذك قال له ايه ولغ يجيبها الشيطان وإحنا غلطنا ولسن الناس هذك ما يرحم ش انت تربي تربيتنا ونعرف المعدن تاعك وراجل وفحل من بكري وريم بنتنا وتربيت ونعرفوها ان شاء الله سامحنا وديرني بابك وغلطت معاك بدأت عمتي شابارك تتمسكن والله وهكا وهكا كم تعرفو كيف يتمسكن ولا فعات من بعد تقري ذا قل لعمية ما كان والو هذي الخطر جد حاجة صغيرة بصحلو كان واحد يزيد يقرب من منش وش راح عندي وشف فهمتي نصير انا مفهمت شو يقصد وهي وجهها تلون والاخرين حسيتهم فهمين غير انا وسطهم كي لطرش في الزفة ممعلي يم فهمت وكي قال نجيب لك حقك كان عن تكلمته دار اللي عندي هكا قال ريم رح يعوني يا جدتي خلينا نروح قال لبابها ريم رح في عطلة وجدك جي الموت اهلا وسهلا بيان موت في داري والمرحوم وكيما كان الحال اروحنا لدارنا فاتوا يومين وريضاء رجع الخدمة وراها خرج المعدلات وكان لازم عليها نجيب البيل تنم اللي سي عايت اللي ريضاء قال روح قتله وان حاب نخرج مع لبنا تكره تم الدار قال وانتو روح وقتله غير هنا برك في البزارات وهك قال اوكي معيش ردي بالك على روحك ودراهم تعرفي بلاستون في الخزانة ادي وش ري وش يخصك قتله رب قتله رب يخليك ليا ان شاء الله قال ليا وبالك تنسي تصور تصور البيل تا نشوف شحل بنت دات المعدل والله خليتيها وخليتي لها جدها قتله وواه لبالك بيا دايما متفوق كيما يقولوا رحت تلبس حويجي انا يا وبسلمت على جدتي وقتله بلاني رايحة مع اصحابتي بما تقلق شاليا لما خرجت وروحت انا جبت الورقة التاعي انا حبت جبت 16.59 كنت انا الثانية في الكلاسة والأولى يعني تفولي اقرام عايا يمه روسية وبابه جزائرية اش بب صاحبتي عند الباب في اللبنت الاخر مي طول رحت عايت سلام وانا بقيت واقفة وحدي حتى نلقى روسي هذك واقفت والي انا نعايت له هكا قال لي اهلا بالشابات تعال كلاسة شفت معاه خلعني اصلا كيفه جاء وهدر معايا عنده شحال وحنا نقرأ معا بعض جاء ميش في الوحدة فينا وذكا جاء يا درا قتل اهلا بك قال لي حقا فكريني باسمك قتل ريم قال لي الله يبارك قال لي كلاسة دوزيام كل عادة فهمت وبيلي جاء فوق بالقرية تعال قتل عادي ما يهمش الأول والثاني والعاشر المهم المضمون قال لي خلي بالك العمل جاي ونروح نخلي لك قلقت منه قال لي مهم جيت نقل لك برك إذا تمدي لي كايت تعك نحتاج هم الخوية بسك خطك شباب قلت اوك مش مشكل قال لي صاحبتي الكاراريس بالبيستو قالها باينا نطلب هم منرين بسك اهي مش عام كامل تبقى تكتب في الطابلة وزيد خطها شباب ولي تنضحك على القصف ونا وناس روحي كامل وهذا كاللي شاف الهاضرة التاعي من لول الاخر بقيت نضحك نحت تسمعت ريم طرت مبلستينا وحسيت الدم نشف موحال يكون ريضا الصن هو في الخدمة في الليلة كنت نهضرة معاه لا لا مستحيل بصحة قادر يجي سيغتوك قرب ونخدم للولايات تانا ونا معاه تخمامي هكا مقدرش نهز زراسي حتى نلقا لوسي طيحة والي وشدني هكا ريضا من ذراعي ملخوف هذك جمت في بلاستي قال لي امشي امشي هيا الطوموبيل هنا انا تمنيت باللي الارض تفتح وتبلعني ريضا جاصح وشيفني واقفة مع لوسي ونضحك مع انه مصيني ممنوع ندخالط معاهم وحتى هما يادروا معايا وشاهدرا معا وجلت موبيل وجوه حتى حل يخوف ركب وخبط البيب هكا قريب طار دي مارا طول بالخف وجهه تخبط معا الطابل هذك بديت نيين بكي قتل ريضا قال لي بلعف امك اليوم نقتلك هي الطريق مشيا من اليسي للدار عشرين دقيقة بالصح ملخل عاح سبتها زوج دقائق اصلا مهلا بليش وش راح يدير اول مره نصدم موقف كما هذا وحت نجي للشامبراء علامة وصلت للباب عايت عليها رايح كما راك خرجت خالتي صالحة من الكوزينة مخلوعة خلاص لعايت هذه كتا عو جمت في بلاستي قاتل خالتي وش كاين وش كاين وش بها شايف معاها قالها خالتي رايح بعيدة عليها وشاول لها بصبعون الكوزينة اول مرة يعمل ها كاين كي زعف ما يعرف حتى واحد وبدأ يتقدم عندي قلي انا واش وصيتك اه واش وصيتك بدأت نرجح عنا يا الله عيط علي اه دري قلتي متاه دريش مع الجنس الاخر قلي وثاني واشدرتي سكتها كا وجيني كفها كا وطبعني الشمبرة كي طبعني ما طحتش وصح بقيت واقفة ونبكي اغلق الباب وجاء قال لي سؤال واحد برك واش كين بيناتكم واش حال وانتي معاه وانا كلا الكلب هكا ونروح نخدم وانا لا خبر قلت له ريضا والله ما كين حاجة اصلا رانيك تعرفني خاطني هذا الشي قال لي بلعي تكذبي في وجهي شفتكم واقفين واحدكم وتضحكم والدنيا ماشي واسعتكم هذا اللي كنتي خارجاء معاها وليتنبكي غضتني عامري ذوكا فهمت علاها جاكا حسب راني في علاقة معاه قلت له ما نعرفو شو اصلا جا مهدرت معاه قال لي بلعي بلعي في قورتك للناس يهتر وجهك حل وعيني يا حمارة قال لي علاها يا ريم علا واش نقصت عليك انا يك اللي تطل بها جي لرجلك ولي يدن لك نحط مو تسمى لو كان ما شفتكش اليوم تحط اللي راسي في الارض وانا لا خبر قلت له والله يا ريضا ماشي كما فهمت انت وهو اللي مغلق لهذي الدرجة صح حليني معايا ويضحك بالصح اليوم شفت وجهها اللي يتعامل بها معا الاخرين والاكثر قال لي بالصح ماشي انا اللي الماء يمشي تحت رجلي وماشي واحدة كما انت يا طب بطلي راسي اوا انت ماشيت عادرة تي لازم نكويك بش كي تشوفي راجل قد ما غير مركزة معاه وماشي امناء الانسان اللي كان يمسح لي دمعتي ويحضني هو نفس الوحش اللي رو توالي ولي تنبكي انا قتل ريضا تعيش مي ما كان ش يسمع شحطني واحد الشحطة اللولة جت في ظهري هك ولي تنبكي بالصوت قتل ريضا تعيش اسمح لي والله ما نعود مالخلاو اللي تنطلب في السماح على غلطة ما درتها شحطة الزاوجة الرجلية نموت ونرجع شفتها تقول يضرب في الحياوين والاخرة جت في زنتي لتم طحت في الارضان نبكي نحل تليفون مصك وبقى يخلط فيه وينهج قتله هو اللي ده ضرب وانا قاعد نبكي ومخب يا وجهي خلاص خفت صحي شوهني رمضتي ليفون جاب وفتاة في الارض مزي ما فيه والو ولم تأكد راهض بحني قال لي شوفي فيه مليح مليح العقل يتعب بكري راحت الثيقة اللي كنت ديرها فيك نعدمت الباب تعبر رائد فوتيه رجلي كنقص حملك والله يا ريم غير نعجب فيك أصب يا برك نتأكد برك وش صرا بنات وش ما صر عش لتم تعرف ريض مليح مليح خبط الباب وخرش خطرت هذيك وجعتني كثر من ضرب هذيك تسمم دير في بالو أنا عندي واحد وفي علاقة معه كيف أنا اللي عيني ما تشوف ش غيره يضون في ياك تقهرت وتح توحش تولدي حسيت صح بالظلم على خاطر ما درت والو الحياة القاسية جعلتني أبكي لدرجة انتهت دموعي وذاب قلبي ولا أدري ماذا أفعل أنا وحيدة بقيت في بلاستي نبكي ومن هذيك الوجه بالسهبة طلعت للسرير ورقت وديرك مستسلم ودموع في عيني جبتني الفطناء العرق هذيك يسير مني والمخد التاعي معمرة الدم عرفتها رعفتكي ما تقييتش أراني مليحة درش كوراج ونطوصي والسطر هذيك في عظامي هزيت بيجاما ورحت لدوج نحيت شفت روحي هنا في المراية والله غير صح شو وهني يدي زرقة جنبي هذيك مشوهين مع البشرة تايح الساسة وزيد يا ربي وش راح ندير كلاش متراسي في اقصلت روحي ولبست ورحت الجدة أكيد متقلق علي من الصباح ما شفتنيش رحت لشمبرتها لقيتها راقتها شفت الراذا لقيته قريب التسعة تسمى أنا رقت كاملاكا وهذيك يدرا وين راح باب شمبرتها محلولي سمى ما كاشو فرشت تولها وتكسلت على بالي ما فاطنتش تشرب الدواء يرقت بالصح كيرانية تولها نحس بالآمن هي الوحيدة اللي جامي ضربتني ولا شكت في تربيتي كانت سند التاعي داتني عيني حتى سمعت أذن لفجر نلط باش نصلي وخايفة غير يتلقى به سمعت وفدوش يتوضى وليت شمبرت يتلقيت جدها فاطنة وتسبحها كا صبحت عليها قاتلي العزيزة وينك ما شفتكش مل بارح وعلى هريضا كان يعيد قتلها والو جداتي ما عجبوش المعدل كان حاسب وندي أكثر قاتلي ما ليش يا بنتي من حبوليك حبك تدي معدل مليح وحاسبك للقرايا قاتلي في كل جدار لي واش مدار وليش أولادي ولد كرشية لو كان مشي هوارا نتلاوحه من دار الدار حقق لي واش كنت متمنية أنكمل حياتي في دار المرحوم ومن هالقبري قتلها يا جدتي بعيد الشرع عليك وإنا لمن تخليني قاتلي هذه هي يا بنتي أنا ما بقاليش بالصحة من خافش عليك مدام ريضة في كتافك بستها وقلت لها ربي خليك لينا إن شاء الله حتى ريضة محتاجك وربي طول في عمرك وعمره إن شاء الله عون توديتها غسلت لهاك وتوضينا صلينا الفجر ودعيت من قلبي ربي فرجها علي ويحم قلب ريضة علي وقساوت وهذه تروح والله ما نحملها فوتنا اليامي واحد ما يحكي مع الاخر وهو يتجنبني وأنا نتجنبه حتى خلتي صليحة ويتمجيش بزيف وانا تعلمت منها بزيف سوالح مي كل دقيقة أنا راح في أصلا من بكري هكا ورحت ديويتها ليه نقص شوية قاعد في الصالون تفرجهم ديراء يدي على وجهي حتى شفتوا دخل جت ولي نحى لي يدي مع عمرها دم راحفت مني في وما فقتش عليها جل عندي كيشاف وكا قلي نحي يشوف ويش هذا الدم من وقتش وانتي يا هكا قلت له من البارح قال لي وعلا ما تقدريش قال لي عليش ولا لك المشكل هذا قلت له وما نعرف سكتها معنا دنيل الدوش غصلت ورجعت قلت في قلبي لازم اليوم نفريها ونهدر معاه ما نقدرش هكا وهو معا ديني غير هذي ما نحمله هاش دخلت لكوزينة درت مسكوت شو يحبوا هكا نط جدتي درت لها لحليب شربته وقعت تنسى وقعدت هي تسبح من لي زيت مرضت ولت هكا غير صالت والتسبيح كي اذن لعصر خرج صلة وعاود تخلي شمبرة بقيت نستنى فيه مي ما خرج قلت خلاص لازم أنا راح ليسينو وطفرت فيها غير بقيتها كانت نفس ونعاود وراها طبطب قلت له ريضان استحقق ما ردش عليها زيت طبطب توالو قلت خلي ندخل المهم نهضر معاه خلي يدير واشي حب بتحت الباب اللي ما تزور هذيك مشاعر اوه ورا قدع لك رشو بلاتريكو المهم حط تليفون في وضنه ويدن دن هكا ما فهمت شويش كأن يهضر بصاحبين معا وحدا قفت عند راسه ونستنى يدور ليا قلت له ريضان حبيت نهضر معاك دار عندي قال كوب شوية ونعاود لك من بعد اضحك انا هنا قلبي دع ووجه عليا ونسيت اصلا على هجيت واش نقدر لقاء معا كوبا وشفة معايا بتخنزير وإذن ترعاد واحدة واحدة مزعف هذك والخوف تخلطت عليا قال لي انتي متحش ميش وقيلة من وقت اشتد دخلي قبل ما تطبط بي غضتني يا عامري قلت له ولا غير طبط بي انت مسمعتش قال يا خلاص ملاء اخر شهلية يا الله قلت له ما نخرج حتى نختار معاك ونفهمك والله غيرك ظلمني انسيتش كون ريم متأت ربيتني وشبيك وتربيت علي يدك انا صح نستعرف غلط وقفت معا بالصح والله ما تسعى حاجة بيناتنا عندك الظهر ما كانش حاجة من اللي شكيت سينو وما كيش وقفت والي هنا قلت له تسمت الكتب اللي ما كان والو بيناتنا علامة زعف تمني قلي يا أخي يبتلي أمني وظني فيك انتي حاس بتاء سهلة توقفي بره معا واحد وزيد مسق ماء والشمس تضرب فيك ومش يحيش ما قابلت هو وتضحك سحك يشوف كالناس وش يادر اه يقول تحبسي تحكي معاهم عادي وتعطي له وجه تسمى أنا نظل نوصي ونعاود مع الأخر كلامية يروح حكيك أحمدي ربي عايت ولي تعال حانو وتوجيت عاق من ثماء وعقب صدفة شفتك سينول وكان لحق ولي لحق هالي الناس بطريقة أم راني ذبحتك وبصيت فيك قلت له والله ولا لغيتوبة غلطة وملا عاوداش باقي ساكتك شحل صعيبة واعرة أصلا هو من بكري تربى وحده ومرت باباه ما أعطاتوش لحانا وباباه واعر وزدت الخدمات تعال عسكر هذي يعني ما خلت فيه موالو ولا إنسان تقريبا من عادم المشاعر معرف كيفه رباني وأعطاني لحنانة يضرمني إجابها بقيتمها بتقى راسي ونبكي قال لي كيفه حتى وقفتي معاه وش يحوز عندك حكيتلو كلش آه ملاء شابة على القسم قلتلو انت شد غير هذي الهضرة قال لي أوكي معلش إن شاء الله تكوني أخذتي درس وشفتي وجهي ثاني اللي ما كنت حابك تعرفي ديري حسابك من روح دخرة ننحرك عادي طلحت راسي وبقيتم ركزها مع صدرو هكا ما فوقتش بروحي وهي مانا معه قرسني ما نخدي باش نفطن فقلي أنا حشمت قال لي وش كنت تخلطي في الكوزينة قلت له ديرتلك مسكوت شو اللي تحبو قال لي ما عرف لاين تكلم لا 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 قلت له ذوقو وشوف باقي نخدر ونخلط ما عرفت شو بيت توتر اتوال وحسيت شعور جامي حسيت وكرش تخلط تخلاص ما فوقتش كنت حاب قرب ولي وما فوقت شروحي خلاص في الليل درت بربوش طعام كي ما يقول بعض الولايات حبيت بك نجرب وحتي أمو الفخات صليحة توقف معايا بسح قولت خلي نتعلم وحتي ومنها انفوت اللي وقت سمعت البيب قلبي رف رفك رفت واجه سبحان الله الحب انواع نحب نفس كمية الحب من نشف الروحي بصح من نوع اخر كملت دائرة للبوتاج حتى حسيت وراء نحلي الفولار هذي كوي يضحك قال لي اووه وقلاء السبتة دارت خدمة وحدة خراء درت لي قتله علاه قال لي سبحان الله من البارح لليوم وليت يا مراء قتله لالا عندي شحال من لي ولي تمرا تابرك تشوفني صغيرة قال لي ايه والله غير صح شفي يا ركي قريبت اللي حقيني فالطول بصح وش ندير نشوفك دائم صغيرة شفت معها بحازن وكملت نخدم هكا قال لي والله غير ريح تسخف حطيني تعش حطي قتله ذوك نحط عن جداتين يكلو معها بعض قال لي اوكي نروح نصل ونجي حطيتها بقيت نوكل في جد فش لانا مسكينة قتله عجبتك البربوشة تاعي قال لي يعني شوية خاصة وحاجة معرف وش هي قتله اه صار ما ليش مالة مغضواء عيط الخلطي صليحة جيد طيب لك قال لي لا لا ولغر نقصر معاك برك ما تكلتك داخلي خليني حزينة والسبب واضح هزيتنا يا ومسحت الجدات وعطيت لها دواها قال لي وش بكم شنفة قلت له ما بي يا والو بصح وفايق لي وفيق بي بي حافظني كسبح الخير بقيت نقصر في لما عين وغايصة حتى حسيت ومورا بصح ما شي قريب بزاف دورت لي هكا وعود دورت وجهي شدني من كتفي ودورني عنده تفرفشتنا ما حبيتش نحط عيني في عينه قال لي هذا كامل على جل البربوشة يا سيدي والله غيا يسخف الحاجة اللي يديرها وديرها بنتي تحجبني أصلا نراني مش شوكية ما ظني تكش تعافي طيبي وشاطرها يا سعدو اللي يدير عنده طفلة كيمانتية قلت له صح ركا ما افتخر بي قال لي أكيد كان اللي عنده طفلة شابة وحلوة وشاطرة وقرية كيمانتية وما يفتخرش بيها قلت له صح شابة وشاطرة بصح مني شي طفلة وحلوة هادي يقولوها للصغار قال لي ولا غي ما زلك طفلة صغيرة وحلوة وكي ما شفتك من هاللول ولا لا عسولاتي مدام نيقلشتكم لهذه الدراجة ومن تنسوش اللي بنات اللي حاب بني بحثولي الحكاية تاحهم ولا قصص تاحهم عندي الاسستانجرام تاعي قصص نينا ولا التيك توك ولا الفيسبوك كامل تحت الخدمة تاعكم سلام